مشاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة واحد وست الكهرباء لليكتري ستة إذن قبل أن نمر إلى التساؤل سنقوم بتذكير سريع لأهم ما رأيناه في الحصة الماضية فقد رأينا كيفية الكشف عن عطب في دارة كهربائية وقلنا نستبدل كل عنصر منها بمثيل له في دارة كهربائية غير معطلة وهكذا نكشف عن العطب نرجع إلى الصفحة واحد وستون ولاحظوا وأتساءلوا صنعت سعاد دارة كهربائية بسيطة إذن أنجزت دارة كهربائية بسيطة ولإغلاقها استعملت مشبك ورق بلسطيكيا إذن استعملت مشبك ورق بلسطيكي غير أن المصباح لم يتوهج بينما توهج المصباح عند استعمال ماسكة معدنية إذن لما استعملت ماسكة معدنية إذن مشبك معدني فتوهج المصباح شعر المصباح لكن لإستعملات المشبك البلسطيكي فلم يتوهج المصباح سنتساءل ونكتب ما سبب ما سبب عدم توهج ما سبب عدم توهج المصباح في الصورة أو لا في الدارة رقم 1 وسنقترح جوابا ونقول بأن المشبك البلسطيكي فهو غير موصل للكهرباء إذن في البلسطيك ما كيوصلش الضو ما كيوصلش الكهرباء في حين النحاس أو لماسكة المعدنية فهي موصلة للكهرباء إذن سنفترضه لأن لأن المشبك البلسطيكي غير موصل للكهرباء ثانيا أنجز لأتعرف بعض الأجسام الموصلة والأجسام العازلة للكهرباء أنجز التركيب الآتية ثم ألون بالأصفر المصابيح المتوهجة إذن باش نعرف الأجسام الموصلة الأجسام الموصلة والأجسام العازلة للكهرباء سأنجز تركيب الآتية ثم ألون بالأصفر المصابيح المتوهجة وغد ألون بالأصفر المصابيح اللي غد تشعل إذن تجربة الأولى عندنا ورقة نحاس عندنا أسلاك كهربائية وعمود إذن فهذه الورقة هذه فهي من النحاس فالنحاس هل هو موصل أم عازل إذن النحاس واش كي يوصل الضو لما كيوصل الضو فالنحاس هو موصل للكهرباء فبالتالي هذا المصباح سيتوهج إذن هذا المصباح سيشعل مصطر مصطر من اللدائي اللدائي النوع من البلاستيك فالبلسيك كما سبق وأن رأينا في النشاط الأول المشبك البلاستيكي غيره موصل إذن فهو عازل فبالتالي هذا المصباح لن يتوهج مصطر من الخشب الخشب أيضا عازل للكهرباء يعني ما كيوصل مصطر من الأليمنيوم الأليمنيوم فالأليمنيوم كذلك هو موصل إذن فهذا المصباح سيتوهج كذلك فعندنا النحاس والأليمنيوم من الموصلات للكهرباء واللدائي والخشب من العوازل إذن أصنف الأجسام السابقة في الجدول إلى أجسام موصلة للكهرباء وأجسام عازل للكهرباء أجسام موصل للكهرباء قلنا ورق النحاس إذن ورق النحاس وكذلك الأليمنيوم ورق النحاس والأليمنيوم أجسام عازلة أجسام العازلة لدائن اللدائن والخشب اللدائن والخشب ثالثا أقرأ ثم أملأ إذن من خلال ما سبقت وصلنا إلى أن هناك أجسام موصلة للكهرباء كالنحاس والأليمنيوم وأجسام أخرى عازلة للكهرباء كاللدائن والخشب إذن توجد مواد موصلة للكهرباء مثل النحاس وأخرى عازلة مثل الخشب إذن توجد مواد موصلة موصلة للكهرباء مثل النحاس وأخرى عازلة عازلة لها أي للكهرباء مثل الخشب نقول توجد مواد موصلة أي توصل الكهرباء كالنحاس الحديد الأليمنيوم وأخرى عازلة كالخشب والفلاستيك أستثمر النشاط الأول أضع علامة في أمام الأجسام الموصل للكهرباء إذن سنضع علامة في قدام الأجسام لك مستر زجاجية هل الزجاج موصل للكهرباء فهو عازل للكهرباء ملعقة من نحاس فالنحاس قلنا موصل إذن هنا نضع علامة ميشباكاتون من حديد الحديد كذلك موصل لوحا plastique يل الپلاستيك هو عازل للكهرباء 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 أمام successive من للكهرباء نضع على التوالي الأجسام تالية فيل ان كوتن خيطن من القوتن فيل ان كوتن كوير ان ان كوير ان plastique لكوير ان ان ملعقة من ال plastique ين فيل ان كويفر فيل سيلك أول الخيط من ال كويفر سيلك من النحاس دان لأ پارت 1 إذن هدو كن حت هد لجوز هد لأ پارت 1 دي سير كوي ديال دار الكرابا فيل ثم ان فرم ال انتر ربط و نغلق قاطع الطيار الكرابا جو بريسيز لكل بريسيز ديال بريسي دان بريسي دان بريسي دان بريسي دان بريسي دان غادي نحدد من باين هد الاجسام هادو فيل ان كوتن سيلك ديال أو خيط ديال القطن كوي غم بلاسيك ملعقة ديال البلاسيك ولا سيلك ديال النحاس من بين هادو الاجسام شكون هو الجسم اللي غادي يخلي المصباح انه يشعل دان القطن هل هو موصل ام عازل للكهرباء فهو عازل البلاسيك كذلك عازل بقنا السيلك ديال النحاس إذن سيلك من النحاس هو اللي غادي يخلي المصباح انهو يتوهج يعني يشعل دان للموسيك ديال قطن ديال اللامب اللو فيل انكويفر ديال يعني الكموسيك للموسيك 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 permette le composant qui permet d'éclairer d'éclairer la lampe اي لفيل لفيل انكويفر سيلكون نحاس هو اللي غادي خلي المصباح انه يتوهج العازل الكهربائي الموصل الكهربائي وبهذا نكون قد انهينا تمارين صفحة واحد واسية نلتقي في صفحة اثنان واسية اغضا